في إطار عملية المتابعة المستمرة من قبل مجلس الوزراء الموقر لأداء الجهات الرسمية التي تقدم خدماتها الحكومية عبر الأنظمة الإلكترونية أظهرت نتائج المتابعة ارتفاعاً بمستوى أداء أنظمة سجلات وتواصل ومناية خلال العام 2022 نعم فعلى صعيد الأنظمة الإلكترونية الثلاثة وصلت نسبة التزامها في التعامل مع المقترحات والشكاوة والاستفسارات وتنفيذ مختلف الخدمات المطلوبة إلى ما يزيد على 99% وضمن الوقت المحدد للرد نجاعة السياسات الحكومية وإمضاء الاستراتيجيات وتنفيذ الخطط التي تستهدف رضا العملاء من مواطنين ومقيمين وزوار يقود نحو قطف عديد النتائج التي تؤكد ثبات الخط الذي تسير عليه الحكومة فعلى سبيل الحصر وعبر النهج المتعلق بمتابعة آداء الجهات الحكومية في أنظمة تواصل وبنايات وسجلات خلال العام 2022 وبما يسهم في تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والإنتاجية وتعزيز جودة الخدمة الحكومية المقدمة للمواطنين ودعم النشاط التجاري والاستثماري في مملكة البحرين فقد أظهرت الإحصائيات مستويات متطورة من الأداء في النظام الوطني للمقترحات والشكاوى تواصل باعتباره واحدا من بين متنوع القنوات الإلكترونية الرئيسية التي تمكن المواطنين والمقيمين من تقديم أي مقترح أو شكوى تكون موجهة إلى إحدى الجهات الحكومية بمملكة البحرين بصغورة سهلة وسريعة ومن أي مكان وفي أي وقت حيث تعاملت 53 جهة حكومية مع أكثر من 179 ألفا و421 مقترحا واستفسارا وشكوى تم الالتزام فيها بعدم تجاوز الوقت المحدد للرد بنسبة 99.3% وأما فيما يتعلق بنظام بنايات وهو النظام المعني بإصدار تراخيص البناء لجميع المشاريع في مملكة البحرين سواء أكانت استثمارية أو سكنية أو صناعية أو تجارية فقد تم تلقي ما يزيد على 2309 طلبات لم تتجاوز أي معاملة منها الوقت المحدد لاتفاقية مستوى الخدمة وعلى صعيد نظام سجلات كبوابة إلكترونية متكاملة للتسجيل التجاري يمكن من خلالها الحصول على التسجيلات والتراخيص التجارية دون الحاجة لزيارة أي من مراكز تقديم الخدمات الحكومية فقد تم التعامل مع 169,528 طلباً تم الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 99% ترجمة نانسي قنقر